السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبس عليكم كي بقيتم مزيان هانين كي بقيتم مع هاد الاجواء هادو اليوم جبت لكم واحد الفيديو ايضا خفيف طريف ديال واحد الحوتة مشرم لها ومقادة معمرة بالروز كتجي هائلة وكتوجد ضغية ضغية تبعوا معي على فيديو باش تعرفوا المقادير والطريقة ديال التحضير اول حاجة هني هنا كيمية ديال خيزو اللي غادين اللي قطعتو هكا وغادينديرو باش يتسلق نسلقة غادينجيب المهرز ديالنا المهرز المغربي وغاديندير فيه شوية ديال القصبور المعدنوس تومة والملحة غاديندير تحميرها البزار وشوية ديال الكامون هن انا كندير العطرية كاملة وكندقها باش كتخلط مزيان غادينجيب ايضا اللاطا اللي غادينتخلي الفران غاديندهنها بالزيت الرومية وغادينحط فيها هاد الحوتة هادي اللي غزلتها ونقيتها مزيان هانتو ما كتشوفو نقيقية وغزالة غادينصيبها وغادينقطعها هكا منجنب باش ندير فيها تشرميلا باش تتخلي فيها شرمولا مزيان دائما الحوت لكا من الاحسن اننا نشرملوه ونخليوه فتلة جايبتنا للا كاملة وعاد نطيبوه كان احسن كي شربت شرمولا مزيان هناي غادي نعصر واحد الحامضة مزيان وغادي نزيد عليها هادك شرمولا اللي دقيت في المهراز وغادي نخلطها مزيان وغادي ندهن بها هادك الحوتة منجنب وفدوك البليسات هادوك اللي حليت بلموس مزيان بزيان تشربنا تشرمولا دينا غادي ندهن ايضا من الداخل انا اختارت هاد النوع يدي الحوت تقدروا تديروا اي حوتة هكا كبيرة اللي كيدخل الفران غادي نجيب ايضا عندي هنا يا الروز اللي فيت لي سلقتو وغادي نزيد عليه شوية ديال شرمولا غادي نخلط مزيان غادي نزيد الزيتون مقطع وغادي نزيد الحار تقدروا تديروا الهريسة اولا اي حار متوفر عندكم كي ما يمكن لكم ما تديروش ولكن الحار كيتواتى بشكل كبير مع الحوت غادي نخلط مزيان حتى تنسج من يدك العناصير ودخلي يديك شرمولا في ذاك الروز بش كي يجينا بنين وكندوقو الملحة هلا كنتخصاش شوية ديال الملحة كنزيدوها منساوش الزيتون را مالح ماهنا غادي نزيد شوية ديال الملحة وغادي نخلطو مزيان وغادي نعمروا ذاك الحوتة ديالنا تقدروا تستعملوا ايضا الشعرية الصينية اللي بغيتو يا اما الروز ولا الشعرية الصينية را بحل بحل وغادي نعمر ذاك الحوتة مزيان يلاشت لكم شوية ديال الروز او للحشوة اللي صوبته تقدروا تديروها هاك كم جناب ولكن من الاحسن تدخلوها في الحوتة بش ما كتيبسش عادي نعمرها هاك كم زيان بالنسبة للحوت انا را ما فرشت لوتة شي حاجة يعني را ما كيتحرقش باقي غادي يطلق الماء وشوية ديال الماء وغادي نغطيه يعني را ما غادي شي يبس الخضراء فقط غادي نديرها من الجناب هانتو ما كيشتو هنا حتى عمرتها مزيان وغادي نجيب ذاك الخضراء ديالي غادي ندير فقط غير البطاطا وخزو نجيب شوية ديال الشرمولة غادي ندوز فيها بطاطا ما سلقتهاش خليتها هكا قطعتها فقط رقيقة شوية باش تطيب ليضغيا هي وخزو غادي ندوزوها في ذاك الشرمولة وشوية ديال الماء نزيدو شوية ديال الملحة حتى ندوزو ذاك بطاطا كاملة بيد ما طبنا خزو غادي نحيدوه كجي هكا شربة شرمولة كجي زوينة الثالي رادي ندير لها شوية ديال الزيت باش كجي مقرمشة من الفوق غادي ندير ايضا ذاك خزو غادي ندوزو في ذاك شرمولة هكا رادي نسلقته غير نسلقة يعني باقي غادي نطيب ليها في اللاطا خزو دائما كيشد شوية الوقت من اللي احسن نديرو له هكا نسلقة وعاد نديروه في اللاطا ديالنا باش كي طيب تغيعة دي نبقى هكا حتى نسالي كامل ذاك خزو ومن بعد غادي نجيب اللاطا باش نستفو من اللي احسن شرمولة دائما نديرو بالزايد باش تكفيكم الخضرة يعني باقي ايضا غادي ندير فلاسوس اللي غادي ندير من فوق الحوتة تقدرو تزيدو اي خضرة بغيتو تزيدو القرعة شوية دير جلبانا ايضا نركض جيزوينا وهنا غادي نستف هاد الخضراء على هاد الشكل هادا غادي ندير خزو هول لول وغادي نزيد عليه بطاطا وهنا غادي احكب هاد الترتيب حتى كنسالي اللاطا كاملة تقدرو تديرو انتو ما الشكل اللي يعجبكم تقدرو تخلطو ايضا ذاك الخيزو مع بطاطا كاملين وتديرهم هاكا من جناب من الاحسن تكون عندكم شي لاطا شوية تكون غارقة هيت باقي الحوتة غادي تطلق الماء وانا غادي ندير شوية ديال ما باش ما تتحرقش ذاك اللاطات اللي كيجيو هاكا غارقين ومضورين من الاحسن وما رائعين للحوت انا عندي فقط هاد اللاطة هادي المهم راقادي الغارقة هي اكي طيب وغادي نستفهم هاكا مزيان تنسالي وغادي ندوز باش نصوب لاصوس اللي غادي ترافق لي هاد الحوتة او اللي غادي ندير من فوق غادي ناخد داكت شرمولة اللي شطلية غادي نزيد عليها شوية ديال ما طيشة ديال الحك وغادي نستف هاكا هنا قطعت شوية ديال الفلفلة غادي نقطع شوية ديال الحامض واحد الحامضة وغادي نستفها بهات الشكل هادا هي وما طيشة المهم كيم ما قلت لكم انتم ما غادي تتفننوا او اللا تزوقوا حساب الاختيار ديالكم فلفلة ايضا كتتوتها بشكل كبير تقدروا الفلفلة احمراء والفلفلة صفراء صافي غادي نقام سا مرة هاكا وانا كنستف ديك ما طيشة الحوت ما كياخدناش بزا في الطياب في فران يعني تقريبا واحد الساعة ولان الساعة على حسب الكبر ديال الحوتة يلغطيناه ببابي اليمينيوم كنحسبولو غير كنديرو شوية ديال الماء غير كيبقي غليدك الماء وكيطلق الففار كنحسبولو واحد الساعة حتى الساعة آآ العرب انا كيطيب ضغية ضغية هادي نزيد شوية ديال الملحة هنزيد ايضا شوية ديال الماء وغادي نكوب هاد العصاص فوق الحوتة من الفوق سافي غادي ندير غي فوق الحوتة سافي غادي ندير غي فوق الحوتة هنا هي ضفت الزيت الزيت البلدية والزيت الرومية هادي نخلط مزيان وغادي ندكبهم فوق تاك الحوتة هكك هكي يجي غزال البنات كي يجي رائع هكي شرمو لها وكي ما اكتلكم الحوت ضغية كي طيف الفران يعني غدا خفيف وساهل الى ما عندكم ش هكي الحوت كبير تقدروا تستعملوا غير السردين يعني استفوف اللاطا وديروا له شرمو لها مع هاد الخضيرة هادي تهي شرمو لها ركي جي رائع تقدروا تديروا ايضا طون يعني اي حوت متوفر عندكم شب الضرورة تكون هكي الحوتة كبيرة سافي غادي نغطيه دابا بالبابي اليمينيوم وغادي ندخلو الفران غادي نشعله من التحت وغادي نخليه كي مكتلكم حتى كي بدا يغلي وغادي نحسبولو واحد ساعة اللارب من الساعة حتى ساعة اللارب نقوا ونقلبوه سافي لا شفنا قدك الحوت مكيخرش منه الماء سافي راح كيكون طاب يعني فاش كي نشف باش كي نشف باش كي نشف الحوت يعني سافي راح طاب نغادي نغطيه بابي اليمينيوم باش كي بقى هكا رطب وكي بقى فازق وايضا غادي يطلق الماء وصافي كان هادا الاقتراح ديال اليوم هالحوتة ديالنواج دا وصافي هاي دي الحوتة ديالنواج دا جات غزالة انتم ما كتشوفو كانت منه هاد الاقتراح هنا الاعجاب ديالكم وما تنساوش تتابعوني دائما باش يوصلكم الجديد وضغطوا على داك الجرس باش دائما غير انحطش فيديو ان شاء الله يبقى يطلع لكم وتبقى وتشوفو الجديد كان هادا الاقتراح ديال اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة